لذلك في الحقيقة أيضا الإطار شاف نفسه أمام أمر واقع لأن الحكومة الآن في محادثات ومباحثات ليس لإنسحاب القوات الأمريكية أبدا لأنه صرح البلتاغون إلى أن المحادثات لا لها أي علاقة بالإنسحاب وإنما لها علاقة بمحاربة داعش وبجهوزية الجيش العراقي فبما أن الإطار هو جزء بالحكومة وهو جوهر الحكومة والحكومة هاي معادلة مالتها أنه التباحث في هذا الموضوع وجدت نفسها محرشة فأدانتها للعملية أدانتها يعني أدانتها بالشكل الرسمي الإطار أخي محمد يعرف جيدا أن انسحاب الأمريكان يؤدي إلى فراغ هائل في العراق مو دفاعا عن الأمريكان لكن كوضع استراتيجي وكقضية حقيقية إذا حصل فراغ أقل شيء يصير حرب داخل الميليشيات تفسهم وإحنا شفنا الميليشيات وحتى الحشد وإحنا شفنا بعيوننا أكثر من معركة حصلت داخل هذه الميليشيات بين السرايا وبين فصائل وبين العصائب وما بين عصائب الحق وما بين كتائب الإمام علي حتى عندما استشهد الأخ أبو التقى رحمة الله عليه النجباء اتهمت الخزعلي بأنه هو أعطى أسرار إلى الشيد السوداني والسوداني خبر الأمريكان لذلك في الحقيقة هناك تحسب للإطار بصراحة هذه السادقة ليست مع الإطار لأن الإطار فشل في قيادة العراق كما فشل الحلبوسي وفشل الخنجر كلهم فشلوا وأكبر دليل على فشل الإطار أنه الجنوب الجنوب تعبان ومن هنا أقول لك يا أخي محمد وأطالب الأخوة الآخرين يتحدثون عن الديوانية ثق واعتقد هذه المنطقة الديوانية هي منطقة شيعية على الأساس وهي عبارة عن قرية مستهلكة يشربون الماء الآسن ويأكلون الطعام المسمم ولا يوجد فيها شارع بلط تريد تقول للإطار يمثل الطائفة الشيعية ويمثل المكون الشيعي طيب السعب غالب لذلك الإطار في الحقيقة أدرك الحقيقة وكان واقعي أكثر من يعني مو أكثر من اللازم بما يتناسب مع معطيات الواقع يعني اشتركوا في القناة